مكتبة الكويت الوطنية تقيم بالتعاون مع جمعية المترجمين الكويتين الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة والذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام حيث تكمن وهمية الترجمة في دورها الفارق والمهم في حوار الحضارات الذي يهدف إلى تقوية التواصل في إطار التعاون المبني على الاحترام المتبادل والأمانة والدقة وخلال الاحتفالية تم استذكار نموذج المترجم المثالي المرحوم توفيق النصار رائد حركة الترجمة في البلاد بمشاركة أسرة المرحوم وتلاميذه ورئيس جمعية المترجمين الكويتية احتفرت مكتبة الكويت الوطنية باليوم العالمي للترجمة بالتعاون مع جمعية المترجمين الكويتية حيث يسعى اليوم العالمي للترجمة لتعزيز المهنة القديمة هو احتفال دولي يحتفلون فيه في كل دول العالم واعتدنا نحن نحتفل فيه في السنوات الماضية ولكن بسبب عدم شهرة الجمعية أو عدم إشهارها في الوقت السابق كان الاحتفال نقول نوعا ما على نطاق ضيق ولكن تم إشهار الجمعية قبل حوالي فترة بسيطة ففكرنا أن نحن نتوسع في الاحتفالية هذه ونستذكر فيها أحد معالم أحد أعلام الكويت اللي هو الاستاذي توفيق النصار حمد الله عليه اليوم الجزء الأول مخصص حق الاستاذي توفيق النصار رحمة الله عليه وكان وكيل الديوان الأميري لشؤون الترجمة والأجزاء الثانية رح تكون مختطفات مختلفة عن الترجمة ما بين حكايات شعبية ما بين طرق ترجمة ما بين القواميس رح يتكلمون فيها عدة أشخاص موجودين معنا وفي عصر تكنولوجيا لاتصالات الحديثة تدخل مهنة المترجمين في منافسة شديدة حاليا مع الآلات والذكاء الاصطناعي والتي تمثل أبرز التحديات التي تواجه المهنة ارتأت الجمعية أن تنظم يوما للترجمة الترجمة أصبحت رافدا مهما من روافد الثقافة والدول المتقدمة تحتم بالترجمة لأنها في الواقع وسيلة لإثراء الفكر وتزويد اللغة ورفضها بالمصطلحات وإشعار المستعملين لها مع أنها لغة حيوية ومواكبة لمتطلبات العصر وبالمناسبة أحب أن أذكر أن دول مجلس التعاون للخليج العربي أنشأت مركزا للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية على مستوى الدول الخليجية قاطبة وذلك لإحساسهم بأهمية الترجمة في إبراز الجانب الثقافي والواجهة الحضارية لدول الخليج العربية الترجمة مهنة نبيلة محورها نشاط معرفي وفضاء ثقافي وإبداعي وتتجل أهميته في كونها تفضى إلى تقارب الثقافات والشعوب نوف شراكي تجزيزون دولة الكويت